ولكن في النهاية كابتن هي مباراة صعبة طبعا صعبة أهل زمالك بدون سوبر بدون مباراة فاصلة على الدوري أو مباراة حاسيم عدد هي مباراة صعبة لأن الضغوط عليها كبيرة حتى لو مباراة ودية يعني حتى كان فيه في وقتين احنا كان فيه مباراة في حب مصر نتعاملت في وقت من الأوقات عشان سداد ديون مصر في فترة من الفترات أعتقد أول التسعينات فالمباراة دي حتى نفسها كمان كانت مشحونة بالرغم من أنها كانت ودية وجمهوري الأهلي جاعدين جمهوري الزمالك وفن وكل حاجة إنما فيه نوع من المنفسة الكبيرة جوة المرعة ولكن إذا نظرنا للأهلي أو نظرنا حتى للزمالك هتجد أن الأوراق هنا مكشوفة والأوراق هنا مكشوفة لا بخلاص في الكرة ما فيش أوراق مضغطية هل تبقى المفاجأة فين يا كابتر؟ المفاجأة تبقى لما يجي الكوتش يلعب لك بورقة من الأوراق المكشوفة اللي أنت أريها دي يعني مثلاً يبدأ لك بشكل جديد في اللعب اللي أنت تتفركت عليه بينه عمال بيلعب ب4،2،3،1 ممكن يجي في الجن دوت ويقولك أنا هلعب ب3 أو هلعب 4،3،2،1 لأن على ضوء التاكتك اللي حطته أو على ضوء السيستم اللي يشتغل بيه هتبقى خطته وهتبدأ هنا المفردات بتاعته تبقى جوه الملعب هيلعب ب2 شادو سترايكر تحت السترايكر الأساسي ولا هيشتغل ب2 على الإطراف ولا هيشتغل ب2 باك وينجز هنا لو عمل واحد أو اثنين في حط سردباك ممكن يحط مثلاً سردباك ثالث بس سردباك الثالث ده هيلعبه في نصف ملعب مش هيلعبه في سردباك وانس إن التيم بيقرى سردباك ثالث في السكورشيت قبل ما يدخل الملعب بيقعد يضرب أخماس في أسداس ويدرب صحيح يضرب ده هيلعب فيه وده هيلعب فيه وده هيلعب فيه وده النوع ده من أنواع التفكير والتشتيت في التفكير ده ممكن يفرق فيه وده ربع ساعة خاصة لو ما بانش جوه الملعب